بجد أنا عايز أعرف وأفهم هو إيه المستند اللي خلى الفريق أو الناس اللي بتعمل كده تقدم شكوى في حق الكهرباء اللي لم يتلفظ بأي فعل أو لفظ في حين والله أنا معارف أقول إيه والله معارف أقول إيه شتايم وسباب للخطيب والكبت الخطيب والنادي الأهلي والإعماد متعب والإسلام الشاطر والقسامة حسني والفلان وعلان وترتان ولا أحد يتحرك وحضرتك يسوي إيه لما والد ولا والدة أي حد من اللي أنا تكلمت عنهم دول يسمع ولا زوجة واحد من كل دول تسمع شتمتها ببودان بدون سبب نتكلم في الكورة تكلم في الكورة قطع في الكورة قطع في الكورة ولكن كل زنب كهرباء والناس دي أنه هما ناس محترمة كلها كلها ناس محترمة كهرباء زنبه أنه هو جاب جون في الزمالك وتلاعب بدفعات الزمالك ويعني جاب جون بهدف من رأسية رائعة الكلام ده يعني غريب جدا بالنسبة لي واحد نفسه كانت مفتوحة في مطش وجاب جون يا أخي فهي دي مشكلة كهرباء فتشتموا هو إيه الإرهاب الرياضي اللي إحنا عايشينه ده ويطرح هيستمر لغاية إمتى هو ما فيش حساب أو جزاء راضع لكل من يحدث لكل ما يحدث من مهازل أخلاقية أسئلة أتمنى أن حد يجاوب لنا عليه بص العصفورة بتغلوش وتشوشر على مكسب النادي الأهلي لكن تقدر تعمل حممكن تغلوش برضو وتشوشر بس ما تجيبش سينة ناس محترمة محدش من الناس دي بيعمل أي حاجة إلا أنه هو بيدافع عن نديه فقط لغير بدون ما نتكلم عن أي حد هو إحنا لما نيجي نتكلم ونقول أن محمد عبد الشافي ده أنا نفسي حد من جمهور الأهلي بجد والله العظيم يجي يقول لي محمد عبد الشافي ده في حاجة وحشة لا قدر الله يعني لا مش نفسي طبعا لكن أقصد أقول إيه أنه يعني بسم الله ما شاء الله ما شفتش ولا مرة حد من جمهور النادي الأهلي بيقول كلمة سلبية عن محمد عبد الشافي بيقول كلمة سلبية عن أشرف آسم مثلا بيقول كلمة سلبية عن كابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه عن كابتن حسن الأسطورة حسن شحات في ناس كتيرة جدا أخلاقها عالية وأساطير في كرة القدم المصرية ونادي الزمالك وعشان كده تلاقيهم بعيد وجمهور الأهلي بيحترمهم زي ما بيحترم وبيقدر كل نجوم المصرية المحترمين في كل الأندية عشان كده علاقة النادي الأهلي بكل الأندية هي علاقة محترمة وحضرتك بتستغل أو حضرتكو الناس اللي بتقعد تعمل كده دي بتستغلوا ظهوركو الإعلامي في أنكو تشتموا ناس محترمة أنا بخاطب هنا كل من يهموا هذا الأمر يا جماعة احنا على أعتاد فتنة جماهيرية بسبب تصريحات غير مسؤولة وكاذبة ومزيفة هل من مجيب؟ حفظة لرده وحفظة لتكلم بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق وبإسلوبنا المحترب ومبادئ النادي الأهلي واللي معروفة للجميع وللبعض ما يعرفش عنها حاجة